اشتركوا في القناة على رمي نفسه من الطابق الرابع بالمستشفى الجهوي بابن ملال لأسباب اللازلش مجهولة حيث كان يرقد بالمستشفى قصد العلاج من مرض السكري وحسب مصادر اليوم 24 فان خمسينيا كان يرقد بجناح مرض السكري بالطابق الرابع قصد العلاج حاول في غفلته من الجميع وضع حدا لحياتها حيث اقدم على رمي نفسه من الطابق الرابع في ظروف اللازلش غامضة واضفت المصادر ذاتها ان الخمسيني رمى بنفسه وسط دهشة جميع واصيب اثر ذلك بجروح خطيرة عجلت بنقله الى قسم المستأجلات بين الحياة والموت هذا وفور علمها بالخبر اصنفرت مختلف السلطات عناصرها بمكان الحادث حيث اجرى فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة ظروف ملابسات الواقعة كنتم مع نصرة اخبارية الى اللقاء اشتركوا في القناة